اشتركوا في القناة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أول شيء وهو الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نبدأ في التلاوة قلنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرحت في الحيثة السابقة كيفية قراءة الاستعاذ بشكل صحيح مع انتباه لمخارج الحروف إذن لنمر مباشرة إلى شرح يعني نستخرج الأحكام كما أعودتكم نقرأ قراءة أعادية ثم نستخرج الأحكام ونشرحها وفي الأخير نقرأ قراءة مرتلة إذن لنبدأ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة هنا نخفي النون وغرورة إخفاء نرقيق لأن بعدها حرف الكاف وهو حرف مراقق قلنا سابقا أن الغنى تتبع في التفخيم والترقيق للحرف الذي جاء بعدها إذا كان مفخم نفخم الغنى إذا كان مراقق نرقيق الغنى إذن جيد انتباه هنا نقول ذو ولا نقول دو يعني انتباه لحرف ذال كلمة عسراتين الرأو مفخم وانتباه لنفخم حرف سين هنا لكي لا يصبح مثل حرف الصاد عند النطق به لا نقول عسراتين بل نقول عسراتين عسراتين لدينا هنا تنوين وبعدها حرف الفاء كما تعلمون حرف الفاء من حرف الإخفاء إذن لدينا هنا إخفاء وغنة الإخفاء نرقيقها لأن بعدها حرف الفاء وهو حرف مراقق إذن جيد نقول ذو عسراتين فناظرة ذو عسراتين عسراتين فناظرة اكتباه لحرف الظاد وهنا الرأو مراقق لأنه سبق بكسرة لا سيق به من نفس الكلمة ولدينا التنوين بعده همزة همزة القطع لاحظ هنا تم حذف همزة القطع لكن بقيت حركتها فقط يعني لدينا هنا النقل يعني لا نقول فناظرة إلى بل لأن في حفص يقولون فناظرة إلى بل نحن لدينا النقل يعني نقول فناظرةني لاحظوا فناظرةني لا لماذا؟ لأن كلمة فناظرة تنتهي بنون ساكنة يعني النون في التنوين يعني تلفظ ولا تكتب عندما نقول فناظرة تسمعون نون ساكنة تلك النون ستصبح مكسورة لماذا؟ لأنه ستنتقل إلى حركة الهمزة من كلمة إلى لاحظتم؟ ستصبح فناظرةني يعني كانت فناظرةن ستصبح فناظرةني ونمر مباشرة إلى اللهم فناظرةني لا ميسورة وهنا نفخم حرف الر ونقف على التأ كأنه حرف له إذن جيد وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا هنا نخفي النون غلط إخفاء نرقق وأن نبدأ حرف الداء مرقق انتباه هنا لحرف الداء لا ننطقه كالضاء لا نقول تصدقوا بل تصدقوا خير لكم هنا أراء نرققه لأنه سبق بيا إن ساكينا لدينا التنوين وبعدها حرف الله من حرف إدغام بغير غني يعني إدغام كامل نقول خير لكم معمد هنا ستحركات لمدسلة ميم الجمع يعني أي قاعدة أذكرها لكم لقد شرحتها سابقا في درس لوحدها عندما أقول هنا مدسلة حركة لمدسلة ميم الجمع لقد شرحت في درس لوحده مدسلة ميم الجمع وأعطيت أمثلة إلى غير ذلك إذن جيد نقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون هنا نخفي النون وغنة إخفاء نرقق والآن بعد حرف الكاف مرقق وهنا كذلك نخفي النون ونرقق الغنة لأن بعدها حرف الداء وهو حرف مرقق لدينا كلمة كنتم تنتهي بميم ساكينا بعدها كلمة تبدأ بحرف الداء يعني لدينا هنا إظهار شفاوي وهو من أحكام الميم الساكين ونمدد هنا حركة أربعة أو ست للمدل عدد للسكون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون تنوين بدأوا حرف الداء يعني إخفاء وغنة إخفاء نرققها لأن بدأ حرف الداء وهو حرف مرقق والراء هنا نفخمه وهنا نكمل وعندما نقف على لفظ الجلالة يعني نقف عليه بالمد وذلك تعظيم للخالق سبحانه وتعالى فلا نقول الله بل نقول الله وما تفخيم اللام هنا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم أعطب الحرف الميم هنا قلنا في درس أحكام الميم والنون المشددتين فننطق الميم هنا بغنتين والمقدار وحركتين نقول ثم توفى وهنا لدينا إيمالة صغرى فهذه الدائرة السوداء تشير إلى أن هناك إيمالة صغرى وتسمى إيمالة بين بين وتسمى كذلك التقليل نقول توفى ولا نقول توفى لاحظتم ثم توفى كل نفس ما كسبت لاحظوا نفس تنتهي بتنوين وبعدها ميم مشددة يعني ميم من حرف حرف من حروف الإضغام بغنى نقول كل نفس ما هكذا ما كسبت لاحظوا معي عند نطق حرف ت هنا يكون معه يخرج نفس لأنه من حرف الشديدة المهموسة نقول ثم توفى كل نفس ما كسبت لاحظوا كسبت يعني أن الواحدون نفس يخرج كسبت لاحظوا وهم تنتهي بميم ساكنة بعدها حرف اللام يعني إظهار شفاوي وهو من أحكام الميم الساكنة وهم لا يظلمون تبه للضاد مفخم واللام بعده كذلك مفخم يمكنك تشدد درس أحكام لم متى تفخم لم متى ترقق ومد هنا حركتين واربعة وست للمد العدد للسكون الآن ندخل إلى آية الدين هذه الآية هي أكبر آية في القرآن الكريم الآن سنشرح هذه الآية يعني القوائد الموجودة فيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ لَا أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ هنا مدة سيطة حركات للمد المشبع المنفصل تبعي لحرف الذال هنا مد البدل ولورش ثلاث أوجه القصر التوسط الإشباع أنا أقرأ بالتوسط ونمدد هنا ستة حركات للمد المشبع المنفصل تبعي لحرف الذال هنا ونخفي حرف النون هنا وغلط إخفاء نراقق ولأن بعد حرف التاء مراقق لدينا كلمة تدينت تنتهي بميم ساكنة وبعدها حرف الباء يعني إخفاء شفاوي وهو من أحكام الميم الساكنة كلمة بدين تنتهي بتنوين وبعده كلمة إلا تبدأ بهمزة القطع يعني لدينا هنا النقل يعني تنقل حركة الهمزة من كلمة إلا وحركتها هنا هي الكسرة تنقل إلى الساكن قبلها الساكن قبلها هو تلك النون الزائدة التي تلفظ ولا تكتب عندما نقول بدين تسمعنا النون ساكنة تلك النون ستصبح مكسورة يعني نقول بدينيني لا نقول بدينين بل نقول بدينيني ونمر مباشرة إلى اللام المفتوح هنا مع مد ست حركات للمد المشبع المنفصل يعني نقول بدينيني لا أجال مسمى لاحظتم كلمة أجالين تنتهي بتنوين بالكسر بعدها ميم مشددة من حروف الإذغام نقول أجال مسمى فاكتبوه فا هنا ميم لاحظتم ميم فوقها الشدة قلنا بغنى مقدار وحركتين وتنوين بعدها حرف الفا من حروف الإخفاء والفا مرقق إذن غنى الإخفاء نرقق ويعني نقول أجال مسمى فاكتبوه والكاف هنا كذلك بشدة وهمس كما شرحت في حرف التا نقول فاك ك يعني يخرج نفس فاكتبوه مع مد هنا حركة 24 للمد العرض للسكون وليكتب بينكم كاتب بالعادل وليكتب بينكم وليكتب تنتهي بباء وبينكم تبدأ بباء يعني إدغام المثماثلين كما تلاحظون يصبحون باء واحدة تلاحظون الباء الثانية مشددة لذلك نقول وليكتب بينكم ولا نقول وليكتب بينكم لقد شرحت هذا في درس إدغام المتماثلين والمتجانسين إلى غير ذلك إذن نقول وليكتب بينكم كاتب بينكم تنتهي بميم ساكينة بعدها حرف الكاف يعني إظهر شفاوهم أحكام الميم ساكينة كاتب تنتهي بتنوين لكن لدينا الإقلاب هنا لاحظوا الضم الأولى كتبت والثانية قريبت يعني كتبت ميما والحرف الذي سبب الإقلاب هو حرف الباء يعني نقول وليكتب بينكم كاتب بالعدل لاحظتم نقلقي الحرف الدال هنا ولا ياب كاتبون يكتب ولا ياب كاتبوني لاحظوا هنا لدينا النقل كذلك نقلت حركة الهمز المفرد للساكينة قبله يمكنكم مشاهدة درس أحكام الهمز المفرد يعني نقل حركة الهمز المفرد للساكينة قبله شروطه اذا جيد هنا كانت كاتبون تسمعونا نون زائدة تلك النون زائدة الساكنة ستصبح مفتوحة لماذا لانا ستنتقل الى حركة الهمزة من هنا حركة الهمزة هي الفتحة مع حدف همزة القطع كما تلاحظون همزة القطع ليست موجودة بل فقط حركة نقول كاتبوني كاتبوني يعني كأنني امر مباشرة من تلك النون التي في التنوين التي ستصبح مفتوحة يعني لا نقول كاتبوني بل نقول كاتبونا ثم قلنا ان همزة القطع هنا تحدف يعني لا ننطقها وهنا لدينا النون فهي تدغم في حرف بعدها لان لدينا نون وبعدها حرف من حروف الادغام وهنا ادغام بغنى يعني نقول كاتبوني كاتبوني لحظتم ولا ياب كاتبوني يكتب هنا الباء نقلف عليها بقلقلة كبرى كما علمه الله فليكتب هنا تفخيم اللام في اللفظ الجلالة الله وهنا الباء القلقلة كبرى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا هنا وليملل للذين تبع لحرف الذال وليتق الله ربه هنا اللاه لنقل والله لماذا نرقق اللام لانه سبق بكسرة وليتق الله ربه تفخيم الرأونا ومد حركتين لما تصل الصغرى ولا يبخس نقلق الباء القلقلة الصغرى منه هنا نظهرها لأنه بدأ حرفها من حرف الإظهار شيئا لذين هنا مد للمهموز ويمد بأربعة أو ست حركات مع الوقوف هنا بحركتين لمد العوض نقول منه شيئا هكذا فإن كان الذي عليه الحق سفيها نوضعي فنولا يستطيع أن يملله وفليملل وليه بالعدل فإن كان نخفي النوم ونغلط إخفاء نرقق ولانا بعد حرف الكاف مرقق هنا الذي انتبع لحرف الذال عليه الحق سفيها نو هنا سفيها نو وهنا كذلك ضعيفة نو لدينا نقل حركة الهمز المفرد للساكن قبله لاحظوا مع نفس الشيء الذي شرحت في النقل لدينا همزة القطع تم حدفها بقية حركة فقط وهي الفتحة كذلك هنا ولدينا قبلها تنوين عندما نقول سفيها تسمعون نون زائدة ساكنة كذلك ضعيفا نون ساكنة زائدة تلفظ ولا تكتب تلك النون قلنا ستصبح مفتوحة لماذا مفتوحة؟ لأن ستنتقل إليها الفتحة من هنا لاحظتم؟ ستنتقل إليها يعني نقول سفيها نا لاحظوا لا نقول سفيها نا تلك النون التي كانت إن أصبحت نا يعني مفتوحة ونمر مباشرة إلى الواو كذلك هنا كذلك ضعيفا نا لا نقول ضعيفا ضعيفا نا سفيها نا ضعيفا نا لاحظتم؟ هكذا هنا انتبه يستطيع لا ننطق تا كحرف تا لا نقول يستطيع أو السين ننطقه كالصاد نقول يستطيع بل يستطيع هكذا هنا أن يمل هنا النون ساكن بدأ حرف لي يعني لدينا إدغام بغنى نقول أن يمل هو فليمل الوليه بالأدل هنا مد حركتين لمد صغرى والدال نقلق له قلق له صغرى واستشهدوا شهيدين من رجالكم هنا واستشهدوا هنا همزة الوصل تسقط في درج الكلام واستشهدوا شهيدين من رجالكم هنا نون بعدها حرف الرأى من حروف إدغام بغير يعني إدغام كامل مع ترقيق الرأى هنا من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدائيا فلن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لاحظوا معي فإن لم يكونا هنا النون ساكن بدأ حرف اللهم من حرف إدغام بغير غنى يعني إدغام كامل فإن لم لم تنتهي هنا بميم ساكن بدأ حرف يعني إظهار شفاوي فإن لم يكونا رجلين تفخي مرأة هنا فرجل وامرأتان فرجل تفخي مرأة لدينا التنوين وبعدها حرف اللواو يعني لدينا هنا إدغام بغنى نقول فرجل وامرأتان وتفخي مرأة هنا وامرأتان ممن ترضون هنا الميم بغنة يعني مقدرة وحركتين ممن ترضون مع إخفاءن هنا وغنة إخفاءن رق يقول أن بعدها حرف التأمور والرأة هنا مفخم ممن ترضون من الشهداء هنا كلمة شهداء مدد ست حركة للمدد المشبع المتصل وانتبهوا معي هنا لدي التقاء همزتين مختلفتين بالحركة من كلمتين لاحظتم الهمزة الأولى وهي في نهاية الكلمة الأولى وهي مكسورة هذه الهمزة أما الهمزة الثانية فهي في بداية الكلمة التي تليها وهي مفتوحة لاحظوا تم تبديل هذه الهمزة بهمزة القطع يعني بهذه الدائرة السوداء فلقد شرحت في درس التقاء همزتين من كلمتين مختلفتين بالحركة وقلنا إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة فلورش هنا الإبدال يعني تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى جنس حركة الهمزة الأولى وهو يعني لاحظوا ما هي حركة الهمزة الأولى هي الكسرة وجنس حركة الكسرة هو الياء جنس حركة الضمة هو الواو جنس حركة الفتحة هو الألف إذن هنا تبدل هذه الهمزة ياء يعني نقول من الشهدائيا ونخفي هذه النون فنرقق ولأن نبدأ حرف التاء وهو حرف مرقق يعني نقول من الشهدائيا تضل لاحظتم؟ ونرقق اللام هنا هنا كلمة إحداهما لدينا تقليل أو إيمالة صغرى إحداهما فتذكر اتباه هنا لحرف الذال والراء مرقق لأنه سبق بكسر الله سيقبه من نفس الكلمة هنا إحداهما كذلك إيمالة صغرى إحداهما الأخرى هنا كانت كلمة الأخرى فهمتم؟ لاحظتم؟ كانت هكذا لكن فكلمة أخرى فهي نطقها لوحدها ننطق أخرى يعني يكون الهمزة الأولى فهي همزة قطع مضمومة أخرى لكن عندما تدخل عليها الألف واللام فاللام يكون فوقه سكون يعني هنا لدينا النقل يعني باختصار لدينا النقل في كلمة واحدة شرحت هذا في درس نقل حركة همزة مفرد للساكن قبله يعني تلك الهمزة التي كانت فوق الألف في كلمة أخرى أو أو يعني ضمة ستنتقل إلى اللام عندما دخلت عليها الألف واللام انتقلت تلك الضمة إلى حرف اللام هنا وأصبحت لخرى لخرى مع تلقيق الراء هنا يعني عندما نبيل به إيمالة صغرى هنا ننطقها إحداهما لخرى لخرى هكذا ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا لاحظوا معي كلمة شهداء مدسة حركة المد المشبع المتصل لكن هنا لدينا كذلك التقاء همزتين مختلفتين بالحركة من كلمتين لكن هذه المرة الأولى مضمومة والثانية مكسورة ولورش هنا التسهيل أو الإبدال يعني عندما يعني إما أن يسهل الهمزة الثانية أو يبدل الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى قلنا الهمزة الأولى مضمومة وجنس حركة الضمة وحرف الواو يعني نبدل الهمزة الثانية واوا ويكون واوا مكسور لأن الذين هنا الكسرة يعني نقول وذا وذا أو نسهل الهمزة الثانية يعني نقول ولا ياب الشهداء وذا ما دعوا هنا قرأت بالإبدال يعني أبدلت الهمزة الثانية واوا أو أسهلها أقول ولا ياب الشهداء وذا ما دعوا يعني سهلت الهمزة الثانية عن تباه لحرف ذال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا هنا مد ست حركات للمد المشبع المنفصل وهنا نخفي النون ونغلط أخفاء نرقق ولأنه بدأ حرف تاء مرقق أن تكتبوه صغيرا أو لاحظوا معي صغيرا لدينا حرف الرأس بقبي ياء ساكينة يعني نرقق حرف الرأس ولدينا تنوين وبعده همزة القطع بقيت فقط حركتها تم حاتف همزة القطع يعني لدينا باختصار النقل نقول صغيرا أو صغيرا أو يعني لا أشرح الآن لكم كيف تتم العمل إلا أنا شرحتها قبل قالي لعدة مرات يعني نقول صغيرا أو كبيرا هنا كذلك نفس شيء الذي نقل حركة الهمزة المفرد للساكن قبله والساكن قبله هنا هو تلك النون الزائدة التي تلفظ ولا تكتب يعني نقول كبيرا لا كبيرا لا لاحظتم مع مدسة حركات للمد المشبع المنفصل هنا نقول صغيرا أو كبيرا كبيرا لا أجاله مع ترقيق الرأف كلمة كبيرة لأنها سبقت بياء ساكنة ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون لاحظوا معي ذلكمو هنا حرف الزال تبع لحرف الزال يعني عند قراءتكم يعني لا تقفون هنا أنا وقفت فقط لأنني سأشرح لكم هذا السطر ثم أمر مباشرة إلى السطر الذي بعده نقول ذلكمو انتباه لحرف الزال مع مد هنا ست حركات لمدسلة ميم الجمع والقعف نقلق له قلق لصغرى انتباه لحرف السين لا ننطقه كالصاد وانتباه للطاء نفخمه هنا نخفي النون وغنط الإخفاء نرقيقه لأنه بدأ حرف الزال مرقق كلمة الله نفخم اللام لأنه سبق بفتحة وهنا نقلق الحرف القعف قلق لصغرى وأقوام للشهادة وأدنى هنا نقلق للقلق لصغرى مع إيمالة صغرى هنا ونمدد ست حركات للمد المشبع المنفصل ألا ترتابوا هنا نفخم الراء ونمدد ست حركات للمد المشبع المنفصل وهنا ست حركات للمد المشبع المنفصل كذلك ونخفي النون وغنط الإخفاء نرقيقها إذن نقول ذلكم أقصط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها لاحظوا تجارة نفخم الراء هنا ولدينا التنوين وبعدها حرف الحاء إذن يجب أن نظر تلك النون في التنوين لأن بعدها حرف حاء وهو من حرف إظهار تجارة حاضرة هنا نرقيق الراء لأنه سبق بكسر الله سيقابه من نفس الكلمة ولدينا التنوين وبعدها حرف التأ يعني لدينا إخفاء وغنط إخفاء نرقيق ولأن بعدها حرف التأ وهو حرف مراقق نقول حاضرة تديرونها هنا نرقيق الراء الآن سبق بياء ساكنة بينكم فليس لاحظوا بينكم تنتهي بميم ساكنة بعدها كلمة فليس تبدأ بحرف الف يعني من حروف يعني من أحكام الميم الساكنة هنا لدينا الإظهار الشفاوي نقول بينكم فليس عليكم جناح هنا كذلك عليكم تنتهي بميم ساكنة بعدها حرف الجيم يعني إظهار شفاويه من أحكام الميم الساكنة نقول بينكم فليس عليكم جناح هكذا نقرأها كلمة جناح تنتهي بتنوين بالضم وبعدها اللا تبدأ بهمزة القطع لكن تلك همزة القطع حدفت بقية حركتها فقط يعني لدينا النقل نقول جناح نلا جناح نلا نلاحظوا معي كلمة إذا قلنا جناح تسمعون نون زائدة في الأخير ساكنة تلك النون قلنا تلفظ ولا تكتب تلك النون الساكنة ستصبح مفتوحة هنا سنقول جناح نا لا نقول جناح نا بل جناح نا ونمر بمباشرة إلى اللام المشدد جناح نا لا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَأَشْهِدُوا هنا مد ست حركات للمد المشبع المنفصل تبع الحرف الثال وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُوا وَلَا شَهِيدُ وَلَا يُضَارَّ لاحظوا معي هنا هذا المد المد اللازم من طبيعة الحال ونمدد هنا ست حركات قلنا المد اللازم يكون لدينا هنا المد والحرف الذي بعده حرف ساكن لاحظوا أين الحرف الساكن هنا لدينا مد بعده حرف الرأ فوقه شدة نحن نعلم أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين أول هما ساكن والثاني مفتوح يعني الثاني متحرك يعني نقول هنا لدينا الحرف الأول ساكن والثاني مفتوح يعني الرأ في الأصل هنا لدينا رأ فوقها سكون وبعدها رأ فوقها فتحة وتكتب رأة واحدة مشددة مفتوحة لذلك لدينا حرف مد وبدها حرف ساكن يعني مد لازم يعني ونمدد هنا ست حركات وهذا المد يفخم لأن قبله حرف الضاد وهو حرف مفخم قلنا المد يتبع في التفخيم والترقيق للحرف الذي جاء قبله يعني هنا نقول ولا يضار كاتب ولا شهيد هكذا وانتباه كاتب تنتهي بتنوين بالضم بعدها حرف الواو يعني إدغام بغنة كاتب ولا شهيد مع مد هنا حركتين أو أربعة وستة المد عرض للسكون ونقف على الدال بقلقلة كبرى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا نخفي النون غنة إخفاء نوراق يقول أنه بعد حرف التاء مرقق وهنا النون بغنة كاملة مع مد هنا حركتين لما تصل الصغرى وهنا لدينا إقلاب ولاحظوا الحرف الذي سبب الإقلاب وحرف الباء نقول وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله لاحظوا انتباه لحرف التاء لا نقول واتقوا بل واتقوا انتباه لحرف التاء هنا همزة الوسطى تسقط في درج الكلام لا نقول واتقوا بل واتقوا وهنا الله نفخ من الله ونقف عليه بالمد وذلك تعظيم للخلق سبحانه وتعالى ويعلمكم الله كذلك هنا نفس في كلمة الله كما شرحت هنا والله بكل شيء عليم والله تفخيم اللام وهنا شيء لدينا مد للمهموز ويمد بأربع أو ست حركات ولدينا هنا تنوين بالكسر بعدها وحرف العين يعني من حروف الإظهار يعني يجب أن نظهر تلك النون في التنوين مع مد حركتين أو أربع أو ست المد العرض للسكون يعني نقول والله بكل شيء عليم هكذا إذن نتوقف عند الآية 281 وأرتل لكم هذه الآيات التي شرحت إذن تابعوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميثرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وادقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها نوضعي فنولا يستطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتضل إحداهما فتذكر إحداهما لخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال أجابكم ألقاكم في الحصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر